موسيقى اول ما تحمل البرنامج راح تحصل ايقونتها هنا اول ما تضغط البرنامج راح يطلع لك فوق هنا من هنا تختار اللغة اللي من هنا تختار من اي لغة يعني ترجم مثلا من انجيزية الى العربية لكن خلها اي لغة وتحت هنا تختار تحدد انا حط العربية ونروح للبريفيانس نقوله start at logging اللي هو يبدالك مع الاقلاع مع اقلاع الجهاز وهنا تذكر الجهاز طيب كيف عملية البرنامج تدخل على اي موقع مثلا خلونا نصغر الشاشة ندخل على اي موقع مثلا موقع ابل اول ما ندخل على موقع ابل نروح اي مكان مثلا المشكلة ابل ما لها مكان تقدر تنسخه في الماك اكيد في مكان تنسخ اي نص لعليك تتوينك تنسخ اي نص مثلا هذا النص تسحبه فوق الايقونة اول ما تسحبه راح يطلع لك المربع بالترجمة الفورية هذا الكلام الاصلي هذه الترجمة العربية ان شاء الله يكون مفيد الجميع زي ما اخدني ويلا يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر